شاهدين الكرام بدراحب أحضرتكم مرة تانية وحوار آخر في هذا الصباح الحوار متعودين عليه دايما كل صباح قراءة في منشطات وأخبار صحف القاهرة شرفنا في هذه الوقفة الصحفية الأستاذ علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح الخير أستاذ علي صباح نوري فاندي أهلا وسهلا الخبر الأبرز معنا من معظم الجرائد عن السيول وتداعيتها في المحافظات المختلفة نبدأ من جريدة الأهرام بصفحة أولى عنوان يقول مئة مليون جنيه لضحايا السيول والرئيس يوجه بسرعة صرف التعويضات وتقديم المساعدات للمتضررين يعني أستاذ علي طبعا هذه أزمة بتتعرض لها البلاد لكن السؤال هو لماذا يتم التحرك بعد تدخل الرئيس للحكومة ما عندهاش استعدادات مسبقة لهذه الكارثة أكيد يعني مع تقدم علم الأحوال الجوية والتقس بقت التنبؤات يعني متاحة والاحتمالات طبعا اتخاذ الاحتياطات والحاضر المفروض أنها تبقى موجودة تعليق حضرتك إيه على هذا الموضوع هو بداية طبعا أستاذ الرئيس عند مستوى المسئولية المنطقة به دائما هو تفاعل بالفعل مع الموقف مكلف رئيس الوزراء أنه يروح وتواجد فصة هذه الأماكن وأيضا تم تعويض الناس بقدر المستطاع وكذلك التوجهات بإعادة ترميم الطرق والمنازل وكل هذه الأمور أمور إيجابية لكن في الحقيقة فيه جهات فنية كتيرة جدا ومتعددة كلها مقصرة بدون استثناء يعني لما تيجي الأرصاد الجوية تقول أن بعرفة أن بعد 4-5 أيام ستحصل سيول السنة اللي فاتت حصل سيول من عدة سنوات فيه قرى انتهت مخرات السيول اللي نزل منها المياه مندفع عن دفاع شريط جدا بيقتل الناس أنت ماستعدتش ليه من السنة اللي فاتت والسنة اللي قابليها وفي بداية الصيف في شهر 4 أو في شهر 3 تعمل قنوات مجاري مائية بحيث تمشي فيها هذه المخرات تصب في النيل تعمل حوض مياه كبير جدا يقدر نستهبع هذه المياه تزرع بها 2000-3000 فدان في السنة يعني كل دول العالم بدون استثناء بتستفيد من هذه المياه وتكون دائما تمثل فقلا حسنا ومقدمة خير لكن احنا بنيجي عايزين نتخذ كل القرارات بعد ما يموت 30 واحد وبعد ما تغرأ عدة قرى وبعد ما تتدربك الدنيا كلها ونقول حنشيل رئيس مش عارفة قسم ايه في جهاز ايه وحنشيل مش عارفة نائب محافظ ايه في محافظة ايه طيب مستهل فاتت غيرت اسكندرية كلها هل في اسكندرية تم عمل كل ما يضمن اذا نزل سير في اسكندرية مش حكرة اللي حصل مال فاتت انا مش عارفة حياته لكن احنا لا ينبغي ان احنا نكون دائما رد فعل بالعكس لازم يكون في استشعار عن بعد لهذه الاحداث لابد ان تكون هناك في كل هيئة وفي كل جهة دراسات فنية للتعامل مع مثل هذه الازمات قبل حدوسها لتجنب اثارها السلبية اللي بتهدم قرى وبتزهك ارواح وبتضيع الناس ونبدأ نتكلم عن ان احنا نجيب رئيس قسم ننقله ولا نجيب وده يمكن الخبر الثاني معانا وهو اقالة مدير مدرية سوهاج من جريدة الاخبار في الصفحة السبعة الري تغرق في السيول والوزير يواصل اطلاق التصريحات اقالة مدير مدرية سوهاج وتقييم حالة السجد لاستنباط الدروس المستفادة حرائي كنت اليسا بتتكلم على انه دايما بيتم اقالة المسؤولين بغض النظر عن وضع استراتيجي حصلت سيول في الصفحة وفيه قرى غرئة تماما يعني فيه قرى تلاشت تماما لما ييجي السنة اللي بعدها ما تحصلش سيول انا اشيل الموضوع ده من دماغي ولا واردين في اي سنة من السنوات يحصل سيول ومخراط السيول تاريخيا معلومة ومعروفة وموجودة افندي ان ده بيجوا دلوقتي عند مخراط السيول لما عدنا كم سنة ما في السيول الناس بنت بيوت في مخراط السيول من الذي سمح لهم بهذا من الذي سمح باكمال هذا البناء هاتوا النهاردة واسألوا حكموا حبسوا وحبسوا وحكموا فبقول دي جرائب بترتكب لازم يكون فيه وعية عند الناس لكن كل الجهات المعنية لازم تتحرك وفي مقدمتها وزارة الرأي المياه دي يتم الاستفاد بيها مش تبقى مصدر خراب على مصر بالزبط انا بنشوف دول يعني يمكن زي المانيا مثلا بتستفيد بمياه الامطار في الزراعة احنا عندنا كمية اهدار سنوي من هذه الامطار اللي ممكن تستخدم في التخطير الاراضي والزراعة وغيره دول من حولنا كثيرة جدا اعتمادها الاساسي في الزراعة على مياه الامطار انت مياه الامطار بتهديرها تماما بتدور بس انك انت ازاي تمشي في مياه الصرف الصحي اللي دايما ما بتكون مسدودة وبعد غراء الدنيا نبدأ نتخذ قرارات بينها من هنا ورايحت حيزلكوا المصارف الصرف الصحي خصوصا يا فندم يعني في منطقة سلسلة جبال البحر الاحمر دي دايما بينزع لها امطار سنوية يتم عمل مجال مياه كبيرة جدا ممكن يتم الاستفادة منها يتم الاستفادة منها وتعمل حوض كبير جدا في كل منطقة بحيث لما تنزل مياه يبقى ازرع بيه 2000 فدان 3000 فدان يبقى عامل مساعد في كل منطقة مش لكن فيه كم كبير جدا من الاماك اللي بتنزل فيها هذه السيول وبتشربها الارض او بتنزل في مصارف المجاري شيء بصراحة بتوهد حك لا ينبغي في 2016 تستمر هذه الامور ابدا الموضوع لسه مستمر معانا من جريدة الوطن عنوان يقول في صفحة الرابعة المحافظات تبدأ ازالة اثار السيول وتواصل استعدادة لمواجهة التقس السيء واعادة توصيل المرافق المقطوعة انهيار اسوار اربع شركات بأسيوت وتعرض مزارع ونجله للسعق بالكهرباء وقطو المياه عن مآخذ المحطات ببني سويف الخبر مفصل شوي بيوضح اثار طبعا هذه السيول على مباني لازم تقول للمواطنين ابعد عن عملة الكهرباء ابعد عن مخراط السيول المنطقة كذا وكذا وكذا بمخراط السيول ابعد عنها الناس المقيمين فيها سيب البيت ويمشي لان انت يا هتغرق يا هتموت يعني ففيه هتتعرض لحوالس لأثار جسيمة فيش توهية فيش حاجة خالص لغم ان الارصاد عارف قبلها بثلاثة يام لكن لازم يكون فيه تواصل مع كل الاجهزة الفنية وكل الوزارات المعنية وكل الجهات المختصة الري والزراعة والمحليات والمحافظات وكل الناس الليكون عند مستوى المسؤولية والكل يتحرك والكل يشتغل مش مجرد مش عارفة مدير إدارة في صهاج ولا بتاعزيزة ستة القضية مش كده قضية اكبر من كده ان احنا لابد ان نتعامل مع هذه الازمات اللي بتواجهنا بصورة علمية تمام مسألة ان عايز اتعامل بشكل علمي بعد وقوع كل كرسة يعني لا اتحرك عشان اتخاذ اجراءات لعدم تكرار حوالس الكتارات الا بعد كل حدثة وتكتب عنا خمس ست ايام ولا احد يفعل شيئا ولا انتظر الحدث القادم عشان نقول لا ده انا هنعمل وحنسوي لكن لازم لازم نرفض العطاش جي ونرفض سائق الكتار ونرفض مش عارفة كمساري لكن انت لازم تتعامل بشكل علمي مع مثل هذه الكوارث تمام ايضا حوادث الطرق احنا اكبر معدل حوادث طرق في العالم يعني لابد من التعامل العلمي مع هذه الازمات يمكن كمان في ملحوظة يعني شخصية ليا لما كنا في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ وحصلت السيول في اليوم التالت يعني الملحوظة دي بقولها الحقيقة يعني دفاعا عن بلدي وحفاظا على صالح العام كل المشاركين في المؤتمر وما فيش وسيلة لشفط المياه سوى الوسيلة التقليدية العربيات والخراطيم وغيره هل يعقل ان مدينة سياحية زي دي ما بقاش فيها حتى يعني مجرى للامطار ونفس الامر حصل في الغرب لكن انا نفسي مجرى مش عشان تصب في الصرف الصح نفسي مجرى عشان يتم الاستفادة بيها في الزراعة يتم الاستفادة بيها بتنقيتها في مياه الشرب لان مياه المطر صالحة للشرب في المقام الاول فبقول لحضرتك احنا لازم نشتغل بشكل علمي نشتغل بشكل جدي مش مسألة ان احنا نقعد نعمل شوية تصريحات صحفية للصحفيين ان احنا هنعمل وحنعمل وحنعمل وننسى هذا الامر وتي سيول بعد السنة الجاية او بتعطل سنتين يبقى كل شيء جاهز ومستعدين للتعامل مع اي ازمة قبل حدوسها لتجنب اغفرها السلبية على ارواح وحياة المواطنين وحياةهم الاجتماعية ننتقل لموضوع اخر من جريدة الاخبار في صفحة الاولى مصر تراجع موقفها من سكرتاريا التعاون الاسلامي وامينها وزير الخارجية يقول تجاوزات مدني تؤثر على استمرار تولي منصبه وطبعا تصريحات يد مدني يعني الحقيقة اثرت حالة من الانتقاد والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المصريين بشكل عام لانه في الحقيقة جهات معادية لمصر استغلتها كمان بشكل مؤسف ولبلدنا يعني احدى القنوات الاخبارية العربية للأسف خادت هذه التصريحات نقطة تبني من خلالها تغطية في نشرج اخبارية بتقرير موجه وظيف ايضا موجه بعد التقرير بشكل الحقيقة يعني محرط جدا على بلدنا فعليق حضرتك ايه على هذه التصريحات ويعني تقييمك لها وتداعيتها حتى لايه هذا المدني شخص غير مسؤول انا بقول لهذا المدني اللي بتربطه علاقة وصيقة بتنظيم الاخوان واقول هذا الامر على مسؤولاتي واعلم ذلك تماما نعم تولى هذا المنصب في ظل رئاسة محمد مرسل عيات لمصر وكان هناك دعم اخواني له هذا الشخص غير مسؤول على الاطلاق حتى ان مفتي المملكة العربية السعودية منذ عدة سنوات شن عليه هجوما شديدا وطالبه بالاستتابة بسبب تصريحات غير مسؤولة تؤكد انه شخص غير مسؤول وغير جدير بأي منصب احنا فيها حارسين جدا على العلاقات المصرية السعودية الشيء المهم اللي عايز اوضحه هنا اولا مصر كلها على قلب رجل واحد لا تقبل المساس برئيس مصر نعم او حتى بأي شخصية عامة مصرية محترمة مرموقة مرفوض شكلا الموضوع اه عايز اقول ان الانتقاد الذي يوجه الى مدني وجه في المقام الاول من اهلنا في المملكة العربية السعودية المواطنين السعودين الشعب السعودي يستأمنوا جدا حتى ان نفس المواطنين السعودين قدلوا بتصريحات في وسائل اعلام مصرية وعربية قالوا ده شخص غير مؤهل لأي منصب وبالتالي انا بقى ناشد منظمة المؤتمر الاسلامي باعادة النظر في هذا المدني والبحث عن اي وظيفة مدنية له لكن لا يصلح اصلا ان يكون امينا لمنظمة المؤتمر الاسلامي بعد هذه الممارسات غير المسؤولة عايز يهزر ويصخر من رؤساء الدول عظام في المنطقة لا يجب ان يجلس على هذا المنصب ويقعد في بيت والدته ويهزر معها بهذا الاسلوب لكن فيما يتعلق بتولي المناصب الهامة لابد ان يكون اهلا للمسؤولية او يحمل حقائبه ورحل انا رأي الشخصي انه فقط صلاحيته اللي بقاؤه لمنصبه لكن بقول مصر عظيمة جدا نعم رئيس مصر له قدر كبير جدا مصر دولة محورية كبيرة ومؤسرة كانت وما زالت وستظل شاء من شاء وابى من ابى نعم وسيبقى الصغار صغارا وستبقى مصر ورئيسها وجيشها وشعبها عظيمة ملء البصل واللي مش غير على رئيس بلده لا ما عندناش حد ما عندوش انتماء يا فدي ما عندناش مصر حد مش غير على رئيس بلد اللي الأزمة دي بيين أو هذا التصرف اللي مسؤول بيين شعب مصر دي بيقدر رئيسه وبيجيل رئيسه السادة الرئيس في حوار مع أبناء الشباب عيد فرح في مصر شباب مصر كله ممثلي كله موجودين مع السادة الرئيس وبيتكلم بيتباحبه معهم في أي كلمة مش عايزة اكتزئ كلمة أو جملة وعايزة اطلع اعملها مادة تمام والجيش والشعب والشرطة والقضاء وكلنا في مصر محافظين على بلدنا وعلى مؤسسات بلدنا تمام حداشر حداشر لن تتم ومصر سالمة آمنة مطمئنة بشعبها العظيم لن نسبح بحرك مصر في حداشر حداشر ولن تتحول مصر إلى فوضى أبدا مصر في رباط إلى يوم القيامة نروح لموضوع تاني من جريدة الجمهورية في الصفحة السابعة الخارجية تطلق حاملة الترويج لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ بتأكيد المؤتمر يعني قمته مش بس فيه لكن فيه ما بعد يعني انتهاء المؤتمر لأنه بيعتبر يعني بداية لاستراتيجية جديدة في التعامل مع الشباب بعد الاستماع لوجهة نظرهم البناء على ما تم عرضه من حلول لمشاكل البلد في هذا المؤتمر تعليق حضرتك ايه على ما بعد المؤتمر المفترض يعني كون التحرك ازاي هو لما بعد المؤتمر اهم حاجة نرئيسة عبد الفتاح السيسي ووضع جداول زمنية للتنفيذ والطنبيق دي حقيقة يعني هو الرجل زيما تعارف بالشغل من سبعة الصبح يعني رجل اتعود على سرعة الانجاز ودي مدرسة العسكرية المصرية العظيمة الدقة والانضباط والسرعة في الانجاز والانجاز الناجح فقال لك مسألة الافراج عن الشباب والكلام ده كله اللي بتدرس موقفهم الان في موعد اقصر 15 يوم حيكون خلص يعني من استحق الافراج هيفرج عنه مسألة اللجان اللي هتشتغل اللي بسكت عن المؤتمر عشي تتنافس توصيات المؤتمر سيتم تشكيلها النهاردة يعني عايز اقول لحضرتك المسألة مش مجرد توصيات بتطلع وخلاص ان في متابعة لهذه التوصيات كل شهر ان فيه الاعداد للمؤتمر يبقى مؤتمر دوري سانوي عيد من الاعياد القبيلة المصرية انعقاد مثل هذا المؤتمر اللي فرح مصر كلها وشفنا شبابنا يجلس متحدثا والسيد الرئيس الجمهورية بنفسه بيسمعهم بيتفعل معهم على المرأة ثلاثة ايام مرحش جسد اللي افتتاحوا بشي لا ده قعد ثلاثة ايام تفرغ للشباب وسمع الشباب وتحاول مع الشباب الوزراء قعدوا وراء والشاب وكانوا بيتكلموا الحقيقة بصراحة في كل مشاكل البلد بصراحة باستفادة وحاجة جميلة وقالوا كل المشاكل بدون اي تجميل بشفافية تامة وفي اطار من الديمقراطية والحرية والاحترام المتبادل وبالعكس شباب مصر كان شباب محترم ومشرف وارسل للعالم كله برسالة ان شرم الشيخ مدينة السلام والامن والاستقرار بينعقد فيها مؤتمر لتلات تلاف شاب بيسلوا كل مصر بيحضر رئيس الجمهورية بيحضروا كل الوزراء كل الفعاليات 300 خبير ورش عمل نقاش مصمر وبناء وحيكون لي اثاروا الايجابية على مصر تمام من جريدة الاهرام صفحة 822000 صنف مخزنة منذ عام 2015 الصحة والداخلية تنجحان في كشف سر نقص الادوية يعني طبعا الخبر الحقيقة مؤسف للغاية بيبين قد ايه ما في احتكار الادوية في ناس عايزة تدمر الحقيقة يعني السلع الاساسية للمواطنين تحتكرها وعيدا تحدث هذه المشاكل احنا اللي بيتطور الخانون المجرم نفسه اللي بيدفع السلطة التشريعية نحو تعديل التشريعات او تغليز العقوبات المجرم نفسه نعم ظاهرة احتجاز السلع واحتكار السلع على هذا النحو قد ايه اضرت بنا شوفنا اللي عايز يحط مثلا 100 طن سكر يحجزهم لانه عارف ان السكر هيغلى شوية فيركنوا فيحجبوا فيعمل لي ازمة سكر في البلد اصلا مفيش ازمة سكر لكنها ازمة مفتعلة من عدد محدود من التجار نمر واحد مصادرة هذه البضاعة ولا تعودوا اليه مرة اخرى نمر اثنين تغريز العقوبة ان شاء الله توصل عشرة سنين لكن انا عندي ايضا حضرتك الادوية لي كارسي الناس الفخاراء نازلين عايز يشير ادوية هو شاف ان سعر الدولار علي يقولك يبقى بالتالي الادوية هتغلى كده كمان شهر ولا شهرين ولا تلاتة ولا ستة شهر ولا بتاع حاجز ادوية من 2015 على ايه اساس انها تغلى فيعدل السعر ويطبع ويمشي على هذا نحو طبعا حلها عندي هي جاية من الشركة مطبوعة عليها كام مبلغ كذا العلبة دي تتباع بذات السعر ما يزودش عليها السعر بتاعها اطلاقا لكن ده بيجيب استيكر كان مكتوب عليها 30 يروح لازق الاستيكر 40 ويحط ال 25% من جيبه الاضافية اللي زودها من جيبه ده مش ملك ده مش من حق طبعا انت ربحك اتحقق وده من حق المواطن اللي نشتريها بهذا السعر الذي بزلت عليه بنا قال لكن انا بقول تغليز العقوبة مصادرة هذه السلع وهذه المنتجات سواء كانت ادوية او سلع غزائية او سكر دي زيت اي سلع حد بيحتكر السلع ويخزانها على زيناها عشان تزيد تصادر ويلقى جزاء رضيع في سياق الموضوع نفسه جريدة الاخبار في صفحة ثالثة ارصدت السلع عامنة والقمح يكفي 6 اشهر واللحوم 9 اشهر وزيوت 5 شهور وزير التامون يقول توزيع مقررات نوفمبر بعد غد ووصول 210 الاف طن سكر وارض خلال اسبوع يعني الحقيقة تصريحات وزير التموين مطمئنة لكن طبعا الناس اللي برضو ما زالت جاهزة نتعملين ازمات لابد من التعامل معها بشدة وبقوة يعني انا شفت تاجر كبير جدا سكر مش عارف 6 شهر بدون شك القانون بيقول كده وانا بحترم القضاء وكل حاجة لان دي ممكن تكون نفس هذه المادة في القانون معمول بيها مثلا من 10 سنة أو 12 سنة او حصل فيها تعديل من 20 سنة لكن المستجدات هي اللي بتحتم ان انا غلز هذه العقوبات عشان انا عقده وعقد غيره ان يقوم بهذه الجريمة في حق الشعب يعني بيعمل لي ازمة كبيرة جدا السكر بقيت حديث الناس في الشارع السكر ما عندناش ازمة سكر لكن عندنا احتكار لما يروح 20-30 واحد يخبه 3-4 الكمية اللي في السوق هتحصل ازمة ده مجرم لازم يعاقب ويلقى جزاته بس يكون جزاء راضع وانا اصادر هذه البضاعة اللي هو محتكرها ودفعه 3 اضعاف 8 غرامات واحبسه 10 سنين اسجينه 10 سنين نعم اخيرا جريدة الاخبار صفحة 3 قانون الصحافة والاعلام امام مجلس الوزراء الاربعاء ومصادر تقول الجدل في تشريع الدولة حول الحبس الاحتياطي والتفتيش وسن المعاش يعني طبعا الحقيقة كلنا منتظرين هذا القانون بفرغ الصبر يعني لإحكام شوية يعني في حالة فوضى في الإعلام اللي خلينا اعترف بدا تعليق حضرتك ايه على يعني تأثير هذا القانون المفروض صورة الإعلام بعده واداء الإعلاميين وغيره هيبقى منضبط بشكل قد ايه بعد هذا القانون أولا هكون منضبط بالنسبة كبيرة جدا لكن انا بقول ان تم تعمد عدم اصدار هذه القوانين على مدى 33 شهر اللاجنة اللي بتعد هذه القوانين قعدى 33 شهر ما خلصتوش ولذلك انا بشكر رئيس عبدالفتاح السيسي وزملاء الصحفين كلهم بشكروا وبيقدروا على توجيهه لكن بقول السيد الرئيس لو تكررت السيد تكتابع بنفسك هذا الامر لان عندنا 15 صحفي اللي عطلونا لمدة 3 سنين عايزين عطلوا هذا القانون ويحولوا دون اصداره مرة اخرى فلازم الرئيس تابع وكلنا نتابع واحنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في سرعة اصدار هذه التشريعات في ناس عايزة تعطل التشريعات حتى تبقى في مناصبها وحتى تبقى حالة من الفوضى في الاعلام نحن نرفضها ونقباها ولا نقبلها نريد لاعلامنا ان يكون اعلام بناء لمصر تصححها وبهدف البناء لكننا لا نريد ابدا ان يكون الاعلام مسيرا للفتن لا نريد ان يكون لدينا اعلاما تحريضيا لا نريد ان يكون لدينا اعلاما ينشر اخبارا كاذبة ومغلوطة بهدف بلبلة الرأي العام فاحنا نريد لاعلامنا ان يساهم مساهمة ايجابية وفاعلة في مسيرة البناء عشان نحجم العناصر اللي بتسيق للصحافة وبتسيق للاعلام كلنا عايزين نبني مصر وكلنا بالحب مصر شكرا الاستاذ علي حسن مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط ومشاهدين متواصلين معاكم في هذا الصباح نروح لزميل مرفة المليجي وقراءة لأحوال المال والأعمال في نشر اقتصاد